الفريق الآخر فريق مغرد هذا موجود في كل زمان ومكان هناك يعني بالعام بن بعوراء هذا يعني أمثلته لا تنتهي والله عز وجل ضرب المثل به في القرآن واتل عليهم نبأ الذي أتيناه آيتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا ذا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثل هذا كثيرون والله تبارك وتعالى يعني وصفه بأشد ما يوصف به إنسان لا لا قل عالم بأشد ما يوصف به إنسان من القبح قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث لأنه أوتي من العلم ولم يعمل به وحرفه واستغله لتضليل الناس وحرفهم عن المسار الصحيح الذي أراده لهم ربهم تبارك وتعالى نفس الوصف أو قريب منه قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا يعني من أشد الأوصاف ومن أبشعها في القرآن الكريم وصف الذي أوتي العلم ولم يعمل به والذي أضل الناس بما آتاه الله من العلم يعني يوصف بأن يكون كلبا أو أن يكون حمارا أسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين من هذا هناك أئمة المضلون والنبي عليه الصلاة والسلام حذر منه من أخوة فيما أخافه على أمتي الأئمة المضلون ومنافق عليم اللسان يجادل بالقرآن هذا موجود وهذا كثير وتكلمنا عن بعضهم قبل ذلك بخصوص هذه النقطة يا شيخ مصطفى أبل ما تنتقل لنقطة ثانية أنا سمعت عدنان إبراهيم أو سعد الدين الهلالي أو بعض الأشخاص يتكلمون عن أنه الذي يؤمن بعيسى أو يؤمن بموسى عليه السلام ربما يدخل جنة وتكلم ليس عن الذين آمنوا به في حياته وماتوا على التوحيد لا يتكلم الآن أنه مش ضرورة تدخل الإسلام مش ضرورة تدخل وتؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فما هو حكم الإيمان ببعض الرسل والأنبياء وبعض الكتب والكفر بغيرهم الإنسان المسيحي بيقول أنا مؤمن لما هو بقول أنا مؤمن أنا ليه بكفره أنا عهيب هو بقول أنا متجوز أو أنت مش مجوز هو بقول أنا مؤمن أو أنت مش مؤمن فأحنا مع الرأي اللي بيقول إن من قال لا إله إلا الله صر مسلم كنوا بقى يؤمن بسيدنا محمد أو يؤمن بسيدنا عيسى ويكتفي ده أمر يرجع إلى قناعته وهيتحاسب يوم القيامة على قناعته وهو وسلامت نيته ينفع تقام موسى وعيسى وتقام بمحمد ما تدخلش في شرع الفرعي طبعا ينفع ما شاء تتصلي زينا ورسوم زينا خليك يهود ونصراني خليك يهود ونصراني خليك يهود ونصراني فإذا أنا لدي أيش يهودي موحد مسيحي موحد ويعمل الصالحات أهل وسهل الله قال له ما لدي مش مشكلة تدخل الجنة الله تبارك وتعالى يقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا هذا نص واضح في أنه لا يجوز أبدا التفرقة بين الأنبياء والمرسلين ولك أن تعجب بقول الله عز وجل كذبت عاد المرسلين كذبت قوم نوح المرسلين كم نبي أو كم رسول كذب قوم نوح رسول واحد كم نبي أو كم رسول كذب قوم عاد واحد لكن الله تبارك وتعالى يقول إن من يكذب رسولا واحدا هو مكذب لكل المرسلين هو مكذب لكل المرسلين حتى قال المرسلين للاستغراق استغراق الجنس فكل من كفر برسول واحد هو كافر بكل الأنبياء والمرسلين هذه نصوص واضحة في كتاب الله عز وجل في السنة الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده أو الذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار فأمثال هؤلاء الأئمة المضلين يقولون كلاما مناقضا لكلام الله عز وجل ولكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فأي الكلامين نقبل يعني نقبل ما جاءنا في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن نقبل كلام عدنان إبراهيم وسعد الدين إبراهيم وهؤلاء المضلون وبالمناسبة يعني كثير من أتباع هذا المسمى عدنان وصلوا في النهاية إلى الإلحاد يعني لم تقف بهم المرحلة عند اليهودية ولا النصرانية ولأنهم يحرفوا بعض أحكام الإسلام لا وصلوا في النهاية إلى الإلحاد وهي المنظومة منظومة اللعب والخداع والغش والكذب والتحريف لابد أن تصب الإنسان إلى هذا لما يكون دين قويم دين متكامل متماسك تلعب به وتحرفه لا يقنع به إنسان ما هنا أنا أمري أتمسك بالإسلام وصلي وصوم وأترك الشهوات والأشياء هذه طالما أننا ممكن أدخل الجنة